أهلا ومرحبا بكم مشاهدين أينما كنتم في كل مكان أنا معكم باسل حمدو من مكتب كوريكتيف للصحافة الاستقصائية في العاصمة الألمانية برلين ربما تصاب بالحيرة بعد دخولك الأراضي الألمانية أين سأذهب؟ سأجيبك على هذا السؤال بدايتان يجب عليك التوجه إلى مركز إيرست أو فنامي أي غشتونغ وسيتولى هذا المركز فرزك إلى أحد المراكز الفرعية في المقاطعات الألمانية كاللاجيزو في برلين مثلا وهناك سيقدم لك الرعاية كالمأوى في مساكنة جماعية تدعى بالهايم أو في بعض الأحيان يقدم المركز أوراقا فندقية أو شققا سكنية من الضروري أن يرفق طلب اللجوء بوثائق رسمية تثبت شخصيتك كالهوية أو جواز السفر كما سيقدم مركز اللجوء بدلا نقديا بسيطا وتأمينا صحيا مؤقتا ريثما تبت المحكمة بالموافقة أو الرفض بخصوص طلب اللجوء وليس بالضرورة أن تبقى في ذات المكان الذي سلمت نفسك به فعملية الفرز في مركز اللجوء تعتمد على حسابات ومعطيات معينة يحددها المركز هذا كل ما لدينا من معلومات لهذا اليوم لمزيدا من الاستفسارات يرجى مراسلتنا على الإيميل الموجود في أسفل الشاشة question at corrective.org إلى اللقاء شكرا شكرا